أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند التريند النهاردة عندي أكتر من موضوع في فقر التريند التريند وطبعا عندنا مباراة مهمة جدا الجونة والأهلي لكن أحاول قادة الإمكانة هتكلم معاكم بسرعة في الموضوعات اللي معي أول حاجة الأمر متعلق بالحديث عن موعد كأس مصر وخلال الساعات الأخيرة فيه كلام كتير أول بخصوص الموعد المقترحة لإقامة مباراة كأس مصر خلال الفترة اللي جاية لازم نكون متفقين أن في موعد سابتة الفترة الجاية مش هيقدر أي حد يغير فيها ولا يلعب فيها الأجندة الدولية هتبدأ من 30-8 لغاية 7-9 دي موعد الأجندة الدولية الرسمية مش هتقوم فيها أي مباريات محلية من 7-9 لـ 24-9 دي فترة مش هيبقى فيها أي مباريات دولية وفترة ممكن تلعب فيها مباراتك المحلية ولكن 24-9 دي مباراة السوبر الإفريقي في الضوحة مع الرجاء المغربي والسفر هيكون قبل المباراة بـ 72 ساعة عشان تخضع للفقاعة الطبية تبقى للإجراءات اللي متفق عليها في مثل هذه الأحداث فالأهل هيكون في الضوحة أحد أيام 20 أو 21-9 إذن من 7-9 لـ 21-9 بنتكلم في 14 يوم أو 12 يوم على الأقل طيب نقطة تانية مهمة هل المدة دي هتكون كافية لإقامة كل مباراة كأس مصر تبقى للموعيد وهذه الإجراءات أعتقد هيكون صعبة جدا تتخلص الكاس قبل معاد السوبر الإفريقي ممكن تلعب دور الستاشر دور التمانية دور قبل نائي بحد أقصى ثلاث مباراة في حوالي 12 يوم قبل السفر إن شاء الله إلى الدوحة لمباراة السوبر الإفريقي إذن غير مقبول بأي حال من الأحوال يكون في ضغط مباراة في الفترة القادمة بالنسبة لكأس مصر لأنه عندك مباراة مهمة جدا مباراة السوبر بتمثل فيها مصر مهمة جدا مصر تفوز بكأس السوبر من خلال النادي الأهلي اللي بيمثل مصر في هذه البطولة القرية وبالتالي محتاج مدة كافية حوالي 4-5 أيام قبل موعد المباراة خاصة إن منها كمان يوم صفر إلى الدوحة فبالتالي دي موعيد سبتة موعيد معروفة ننتظر خلال الأيام القادمة تحديد موعيد كأس مصر لأنه كمان بعد السوبر الإفريقي ننتظر بقى معاد السوبر المصري مباراة الأهلي وطلاع الجيش بطولة مهمة جدا بننتظر معادها اللي تأجل كذا مرة وإحنا مش عارفين أسباب التأجيل إيه لكن كانت بتتأجل زي أي مباراة تتأجل دون أي أسباب